السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب اليوم غادي نحضر معكم ميني كاك بمضاق مختلف من ألد ما يكون سهل سريع التحضير بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت إلي عجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك وتبارتجوا مع أصدقائكم لتعمل فائدة نحتاج جوج بيضات نضفع لهم كأس إلا ربع من السكر معيار الكأس 150 جرام فانيليا كيس واحد فقط أو منعقة صغيرة نضيف عليهم رشة ملح لتحسين الضوق نمزج المكونات جيدا أنا غادي نخدم غير بالطرر باليدوي نمزج المكونات سحسيده بالسكر وتغير اللون دي الخالط اللون ديه أبيض على هذا شكل هذا في هاد الأثناء نضيف كأس إلا ربع من الزيت نباتي ودائما كنوزن بنفس الكأس اللي كيوزن 150 جرام نمزج المكونات نضيف كأس من الحليب السائل حليب يكون دافي نمزج لكل جيدا نضيف نصف كأس من القرقع أو الجوز من الطحون مطحنتوش مزيان خليته شوية مهرمش نزيد عليه كأس من الجزر مبشر أنا حكيتو في الحكاكة الرقيقة ودائما كنوزن بنفس الكأس نمزج المكونات جيدا من بعد نضيف الدقيق بشكل تدريجي لغربلته من قبل الكأس الأول نضيف نصف كأس إلى خصنة دقيق نضيف مرة أخرى خميرة الحلويات 8 جرام كيس واحد فقط ندخل الدقيق في الخالط إلى خصنة دقيق نضيف مرة أخرى الخالط مازال خفيف نزيد نضيف الدقيق النصف كأس اللي بقالية نضيف النصف دياله فقط بحالة ضفت ربع كأس وبقالية ربع لأن الكمية ديال الدقيق اللي عملت جوش كيسان إلا ربع من الدقيق حسن نحصل على خليط يكون خفيف نوعا ما ما يكونش شغيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف هذا هو القوام دياله كيف كتشوفو نحتاج قوالب اللي رنطيف فيهم هاد الميني كاك أنا أختاريس هاد القوالب بدهنتهم بالقليل من الزبدة ممكن تعملوا أي قوالب من صفر عندكم وممكن تعملوا الخليط في قالب كبير يكون المقاس دياله 24 حتى 29 سانتي مقاس هاد القوالب 8 سانتي كيف كتشوفو في العرض وفي الارتفاع 3 سانتي كنصب الخليط في القوالب الخليط أنا وضعته في هاد الإناء باش يسهل عليا أنني نصب الخليط في القوالب بكل سهولة من بعد ندخل صنية الفرن على درجة حرارة 180 درجة فرن ساخن من قبل الفرن أنا شاعلت عليه غير من التحت حسي طيبوا الميني كاك من بعد كنشعل عليه من الفوق ياخدوا لون دهبي هذا هو الشكل دي الميني كاك من بعد ما طابوا مدة الطهية 20 دقيقة فقط والفرن يكون ساخن من قبل هذا هو الشكل ديالهم عن قرب كنخليهم حتي بردو من بعد نزولهم القوالب بكل سهولة كيجو خفاف هشاش اسفنجيين نستمر حتى نزول الميني كاك من القوالب كاملين ونعود نرجع معكم نحتاج للتزيين مربى المشماش مربى سائل خاص بالحلويات قفرات بنكهة البندق مطحون مطحنتوش مزيان خليتو شوية مهرمج نتهل الجوانب بمربى المشماش اللي ممكن نعودو بالعسل من بعد ندوز الميني كاك في القفرات على هات الشكل هذا كنغطي الجوانب جيدا طريقة سهلة كيجي الشكل ديالهم جميل جدا ممكن نعودو القفرات بالكوك او جوز الهند يكون عادي او محمر حسا هو واكي جزوين نستمر بنفس الطريقة حسا نكمل كمية اللي عندي ديال مني كاك كاملين ونعود نرجع معكم من بعد نوضعهم جانبا وندوز باش نحضر معكم الكريمة نحتاج لها 250 ملي من الحليب السائل نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من السكر ملعقتين كبيرتين من النشاة او ميزنا نحرك المكونة جيدا على البارد قد المرحلة مهمة جدا قبل ما نوضع الإناء على النار من بعد نوضع الإناء على نار خفيفة مع التحريك المستمر نرفع شدي من التحريك حتى يتقال الخالط نحصل على خالط كريمي على هات الشكل هذا نضيف 100 جرام من الشوكولات أبيض نحرك الكل جيدا نحسي دوب الشوكولات نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة الزبدة كتبتين لماعين لهذا الكريمة نحرك المكونات حسي الدوب الزبدة صافي الكريمة عندي واجدة مباشرة نملأ الفراغ دي الميني كيك أنا الخالط وضعته في هاد الإناء باش يسهل عليها أني نوضع الكريمة بكل سهولة الكريمة ما كنخليهاش حتى تتقال كنخليه على هاد القاوام هادا كيف كتشوفو لأنه مازال غادي يتعقاد منه غادي يتبرد ممكن تقدمهم عليها الشكل هذا بدون تزيين كيبقى الشكل ديالهم جميل جدا أنا أعملت تزيين بسيط خديت جزر مبشور مع ملعقة من الزبدة ملعقة من السكر وضعتهم فيه ميقلات على النار حسي تعسل الجزر من بعد تزيينت به تزيين كيبقى اختياري ممكن تزينه بالمتوفر عندكم ممكن تقدمهم بدون تزيين كيبقى الشكل ديالهم جميل جدا هذا هو الشكل النهائي ميني كاك بالجزر والقرقاة مضاق مختلف بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت ممكن تحضرهم في آخر لحظة هذا هو الشكل ديالهم عنقرب كيف كتشوفو أنا مأكدة إلي جربتوهم غاديعجبوكم بثاف لأنهم فعلا كيستحقوا التجربة سنقسم لكم واحدة باشتوفوا الشكل ديالهم كيف عامل ميني كاك اللي كيجو خفاف هشاش كيدوبوا في الفم وصفة ناجحة مئة في المئة إلي أعجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة من اللايكات ديالكم واسبارتاجو الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله